ومعرفة عن المقر في المشاوية إدقائيا القدر ولمشاهدون العلماء المحلين ولمضاهدون العلماء المحلين يوم تسعة وعشرين رمضان أعرفه لماذا لم يكن أصدر أي شيء ولم يتم الأطفال أن يتحدث عن أي شيء لكن لا تنزل بالعلماء كنت أفضل في الأسبوع من هذا الصباح والأجمال من المهم وأنتم يؤلم شخصياً أنك إني مجاله بأساني وصف الشهداء والاقة يشغل من الوقت والبلاب والحوم الكثير من المهم ولكن يمنحك الأمر إن شاء الله إلهي كرم وإن شاء الله أمثل الله ملحق للشهداء إلهي سبحانه وتعالى شهد ذا أولي الرجيني الله السيء إلهي نوحان كبارينا قال ذا إن إلهي كانت تقامو انتقاما شديدا إلهي و كانت تقامو إلهي سايهين و أهل الرقريهين و أهل مكرهين و قرآن كابا إلهي كشه إلهي مكره و ذا الدب الله وعليه نجعلك في نحورهم و نعوذ بك من شرورهم اللهم دمر اليهود و من عاونهم و من شايعهم اللهم بعزتك وجبروتك لا إله إلا أنت اجعل تدميرهم في تدبيرهم و خالف بين كلمتهم و مزقهم شر تمزيق يا رب العالمين اللهم انتقم للضعفة و المساكين من الأطفال و الأبرياء و الشيوخ و الأولاد الصغار اللهم انتقم منهم يا رب العالمين انتقم لهم من اليهود الكافرين يا رب العالمين اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن الغوم المجرمين و اتهم من حيث لا يحتسبون و اجعلهم كأسلافهم فريقا يقتلون و فريقا يؤسرون اللهم و من ناصرهم من الكفرة المجرمين و من عاونهم من غيرهم يا رب العالمين إن ذلك عليك يسير و أنت بالإجابة جدير اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة و في سائر فلسطين اللهم قو عزائمهم اللهم قو عزائمهم اللهم قو عزائمهم و انصرهم على عدوك و عدوهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين و حرر المسجد الأقصى من براثن الكافرين و أعده إلى حضيرة أهل الإسلام و المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و وقنا عذاب النار نسأل الله أن يرحم أخانا إسماعي الهنية رحمة واسعة و أن يدخله فسيح جناته و أن يكرمه كرمة الشهداء و أن يلحقه بالشهداء والصالحين أن يلحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم ارحمه و ذويه و من مات من أهله من أولاده من إخوانه من أخوانه اجعلهم جميعا يا الله شهداء متقبلين عندك يا رب العالمين اغفر الله لنا و لوالدين و للمسلمين أجمعين و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحابة أجمعين والحمد لله رب العالمين